موسيقى اللواء يوسف المنقوش حياك الله عادة في هذا البرنامج نبدأ من البدايات والبدايات هي حينما يتذكره الإنسان من سنوات النشأة أنت حسب ما قرأت وردت في عام 1950 بنغازي ماذا تذكر من ظروف نشأتك والوضع داخل العائلة في ذلك الوقت أولا أهلا وسهلا بكم مرحبا بالنسبة لي أنا طبعا أنا موليد بنغازي 1950 وأنت من إلى عائلة المنقوش وهي إحدى عائلات قبيلة المقاوبة وتعتبر منظمنا العائلات المؤسسة لمدينة بنغازي أصولنا ترجع إلى مدينة مصراتة ولكن تواجدنا في مدينة بنغازي يعني عائلتنا متواجدة في مدينة بنغازي من نهاية القرن 19 أنا ولدت في أسرة متوسطة لحال أبوي كان والدي كان تاجر بسيط وكان يعني ينفق علينا من عارق جبينه ومن تجارته الحلال أخوتي عددهم ستة يعني نحن إجمال الأولاد إجمال العائلة سبعة خمسة من الذكور واثنين من الإناث أنا ترتيبي في العائلة السادس يعني بعدي أخي الأصغر محمد توفاه الله منذ سنتين أحمد الله عليه شقيقي الأكبر هو المهندس محمد المنقوش وهو من الرعيل الأول من المهندسين الليبيين ومن أوائل الطلبة الذين ننفذوا درستهم الجامعية في تركيا أحد الخرجين من الجامعات التركية وتقلت عدة مناصب كان هو من الرعيل الأول المهندسي الليبيين في ليبيا قبل الإنقلاب سنة 1969 أحد المؤسسين لأعمال والمشاريع في حقبة المملكة الليبية ثم في حقبة سبتمبر تولى العديد من المناصب الكبرى كان هو وزير إسكان لمدة حوالي 13 سنة هذا بعد الثورة يعني بعد انقلاب سبتمبر نعم انقلاب سبتمبر بسموه ثورة الفاتح نعم نعم يسمى ثورة الفاتح وهو كان يعني رائد المشاريع الإسكانية الكبرى في فترة السبعينيات ونصف الأول من فترة الثمانيات من القرن العشرين في ليبيا ثم تولى إدارة مشروع النهر الصناعي وهو أول مدير له ووقع فيه لمدة تقريبا حوالي 10 سنوات إلى أن بدأت المياه تضخ لبنغازي ونطرابلس ثم تولى بعد ذلك رئاسة الحكومة ما يسمى في ذلك الوقت بلد الشعبية العامة ومضى فيها لمدة 3 سنوات ثم عقبها في منصب سفير لبلد تركيا في حوالي 5 سنوات ثم تقاعد وتوفاه الله منذ 3 سنوات وهو مدفون هنا في إسطنبول في مقبرة بكر كوي رحمة الله عليه أنا طبعا مثل جيلي في ذلك الوقت يعني كنا بداية دراستنا في أيام المملكة وكانت المملكة تركز بدرجة كبيرة جدا على التعليم بالرغم أن هي الدولة في ذلك الوقت كان الإمكانياتها بسيطة جدا كان الإمكانيات شبه معدومة ولكن كل الإمكانيات التي تنصيح حصوله عليها كانت تركزها في التعليم بالذات ما كانش النفط اكتشف بعد؟ لم يكتشف النفط في الخمسينات اكتشف النفط تقريبا في بداية الستينات وتم تصديرها في أواصل الستينات لكن في فترة المملكة المملكة حصلت على استقلالها سنة ١٩٥١ وكانت دولة فقيرة ومعدمة لما استقلت ليبيا كانوا الذين يحملون شهادات جامعية في هذه الدولة عددهم لا يزيد عن أصاب على يديه يا سلام وكانت الحقيقة لكن كان هناك جيل من الأباء المؤسسين الذين كانوا يؤمنون بوطنيتهم والوطنية واشتغلوا بالرغم أنهم ليسوا متعلمين وهمش محصي على شهادات جامعية ولكنهم استطاعوا أن يقوموا دولة دولة مبنية على أس السليمة كانت الحقيقة تركز على التعليم كانت ضمن جيلي في ذلك الوقت انتسبنا المدارس كان المدارس كانت تقام في المعسكرات القديمة للجيش الإيطالي وفي بعض المباني ولكن كان هناك إصرار من الدولة على التركيز على التعليم وخرج جيل فعلا جيل متعلم أنا درست في مرحلة التدعية في بنغازي في مدرسة كانت معسكر للجيش الإيطالي كان هذا المعسكر اسمه توريلي مسمع لقائد إيطالي أصبح اسمها مدرسة النهضة الابتدائية ثم في الفترة الإعدادية درست أيضا في مدرسة النهضة الإعدادية ثم في مدرسة بنغازي الثانوية في ذلك الوقت وهي كانت المدرسة الثانوية الوحيدة في مدينة بنغازي مدرسة حديثة قامت ببناءها منظمة الونسكو كمساعدة للدولة الليبية كيف كانت الحياة في تلك الفترة؟ كانت الحياة الحقيقة حياة بسيطة والإمكانية البدية فيها بسيطة ولكن كانت فيها تكافل اجتماعي كبير جدا وكانت فيها ألفة ما بين الناس وكانت الناس تعاضب بعضها والغني ساعد الفقير والقوي ساعد الضعيف كان هناك تآلف كبير جدا ما بين الناس كانت الحياة جميلة الحقيقة بل رغم أنها من ناحية مدية كانت تنقصها كثير من الرفاهية المادية ولكن من ناحية أخرى كانت هناك محبة كان هناك تكافل بين الناس كان هناك محبة للوطن وكل الناس تشتغل صالح وطنها قبل أن يكتشف النفط في ليبيا ويصبح هو المصدر الرئيسي للثروة الناس في ليبيا على ماذا كانت تعتمد؟ نعم طبعا الناس أولا كان عدد سكان محدود يعني لما استقلت ليبيا كان عدد سكانها مليون وربع تقريبا يا سلام فقط بالرغم هذه المساحة المتراملة الأطراف لأن طبعا الاستعمار الإيطالي كان عن استعمار عنيف في المنطقة الشرقية فتح معسكرات للاعتقال اعتقل فيها الشعب ألاف من الأسر ويعني كان هناك ألاف الوفيات وأيضا من خلال المعارك الإيطالية لما الإيطالية بسط سيطرتها على ليبيا الكثير من كانوا منخارطين في المقاومة كلهم هاجروا خارج ليبيا لمصر لتونس وهناك قبائل بالكامل هاجرت للجنوب لتشادوا للنيجر فكان العدد يعني كانت ليبيا شبه مفرغة من السكان هذا صار فيك وزي ما صار في الإيرلنديين أيام الاستعمار البريطاني نعم لما استركت إيرلندا وهجت نعم نعم فالناس لما يعني بعد الحرب العالمية الثانية وعلى آثارها اشتركوا الليبيين مع قوات الحلفاء في إخراج قوات المحور من شمال أفريقيا ظلت ليبيا تحت الإدارة البريطانية من سنة 1943 حتى حصلت على استقلالها من أمم المتحدة وهي على الفكرة أو أول دولة تحصل على استقلالها عن طريق الأمم المتحدة اللي هو في الواحد وخمسين في الواحد وخمسين نعم فكانت الدولة طبعا دولة فقيرة جدا تنقصها كل الإمكانيات كانوا الناس يعني المورد الاقتصادي الوحيد اللي كان موجود في هذه الدولة هي عبرة عن بعض الزراعة وكان هناك يعني نباتات طبيعية مثل نبات الحلفة ومثل مرهدين كانوا يقوموا بتصديرهم كانت هناك يعني أعمال تجارية وعمال فلاحية بسيطة جدا هذه هي المقومات الاقتصاد الليبي كانت لم يكن هناك أي مورد من الموارد التي تحتمت عليها الدولة في أنها يعني تقيم عليها اقتصاد قوي الآن في البيئة التي أنت نشأت فيها بيئة الأسرة وبيئة المدرسة هل في عوامل معينة أثرت على نشأتك ونموك في ذلك الوقت؟ بصبيعة الحال يعني هذه البيئة اللي أنا تكلمت عليها كانت بيئة يعني بيئة صالحة جدا لتربية النشأ السليم بحيث كان فيها يعني الاحترام الكامل للأسرة كان يعني نظام العائلة الكبيرة موجود والكل يوقر في الأكفي الكبير اللي هو ما يسمى بالنظام العائلة الممتدة تقريبا نعم 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 يعني كان دائما الصغار يوقرون الكبار بدرجة كبيرة كان هناك يعني مكانة خاصة للمعلم المعلم كان يعني يحظي بمكانة خاصة في نفوس التلميذ كان هناك مكانة خاصة للشيوخ في المساجد اللي اللي يعلمون القرآن كان هناك يعني احترام لموظف الدولة أنا كنت يعني في مدرسة الابتدائية في مدرسة العددية عندما أسست الجامعة الليبية أسست الجامعة الليبية في خمسينات القرن العشرين بكلية الأداب وكلية القصاد والتجارة كان الطلبة طلبة الجامعة عندما يورغونا في الشارع نستطيع تعرض عليهم ونشرولهم بالبنان وقلوا هذا الطالب جامعي كانت الدولة من اثمامها بالتعليم يعني هناك قيافة مخصصة تصرف لطلبة الجامعة وكانوا يعطوا مبلغ بسيط لكي يستطيعوا أنه يتعايش منه وكانت الجامعة الليبية في مغازي يأتوا لها الطلبة من جميع الحالي بيا كان طالب الجامعة في الشارع هو مميز ويشتر له بالبنان كان هناك يعني شغف كبير بالتعلم احترام كبير لكل ما هو صالح وكان يعني هناك نفور من كل ما هو غير سوي يعني مثلاً أي شخص كان أخلاقه ليست بالمصدر المطلوب كان يكون منبوذ من المجتمع فهذه البيئة التي نحن عشنا فيها يعني وزيما ذكرت أنت لما يكون عدد السكان قليل نعم الناس سهل أن يتعارفوا فيما بينهم نعم وهذا بيساعدهم على أن أواصل السلة تكون قوية بينهم نعم طبعاً كانت السلات كانت لا توجد يعني أي نعارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية نحن كنا في بنغازي بالذات سكان الشارع الواحد لن نعرف هذا بالرغم أننا نحن يعني في عائلات كبيرة لن نعرف أن هذا جارنا هو من أي قبيلة من أي منطقة هو فلال فلاني فقط يعني وكان هناك اختراط كبير كانت بنغازي يعني بوتقين صهر فيها كل الليبيين لا يوجد شارع واحد من شوار بنغازي إلا ما تلقى فيه سكانه من جميع أنحاء ليبيا لأن بنغازي بني فيها جامعة قبل غيرها من المدن الليبية نعم أول جامعة في ليبيا أسست بنغازي يعني بنغازي كانت المدينة الأولى كانت المدينة الأولى طرابلس العاصمة العاصمة وأيضاً دستور المملكة كيننص أن هناك عاصمتين للبلاد طرابلس بنغازي وهو منصوص عليه هذا بالدستور نعم بالدستور المملكة البنغازي أسست فيها أول جامعة أول جامعة الليبي أسست في بنغازي طيب لأن في أحداث معينة أهم حدث هو ما حصل بعد أن أليت الدراسة كفانوية لا هناك أحداث حصلت في فترة منتصف الستينات كان هناك المد القومي منتشر وكان الشباب طبعاً قدوتهم هو كان مصر و جمال عبد الناصر و المد العروب القومي كان يواخذ لأنه كان طبعاً الإعلام في ذلك الوقت كان الإذاعات المسموعة فقط كان أحمد سعيد في ذاعة صوت العرب يعني كان يؤثر في عقول للألاف من الشباب يعني جيلك أنت نشأة على نعم في الحب لجمال عبد الناصر والناصرية زي جيلنا في المنطقة العربية كلها حدث هناك مؤتمر قمة عربي في سنة 64 كان تقريباً أول مؤتمر قمة عربي فالملك إدريس لم يشارك في هذا المؤتمر بعث يعني تقريباً أذكرناً ولي العهد أو رئيس الحكومة أو حيث هيك فكانت هناك ردة فعل عنيفة لدى الشباب وقامت مظاهرات في الشوارع من طلبة الجامعة ومن طلبة المدنسة الثانوية يعني ترفض هذا الموضوع ولماذا لم تشارك ليبيا بأعلى مستوى في هذا المؤتمر وحصل أن تدخل الدولة والبوليس تدخل تدخل عنيف في هذه المظاهرات والأول مرة تحدث تم قمح هذه المظاهرات بقوة وسقطوا قتلها في مدرسة بنغازي الثانوية ثلاثة قتلها يا سلام نعم فكان حقيقة يعني حدث كان حز عنيفة جداً وتجاوبت معها أيضاً المنطقة الغربية في مدينة الزاوية وفي مدينة أخرى هذه طبعاً الأحداث التي حصلت نتج عنها سقوط الحكومة بالكامل وتكليف رئيس حكومة جديد من قبل الملك ونتج عنها يعني ارتدادات عنيفة كانت الحقيقة هي يعني معلم واضح في هذه الفترة يعني هذا الحدث ممكن يعتبر إرهاص لما حصل عام 1969 نعم نعم كان يعني هذا كلها من تأثير المد القومي في ذلك الوقت طبعاً المد القومي بالضرورة كان على الأقل في المنطقة العربية الأخرى ما أدري كيف في ليبيا كان بالضرورة يؤدي إلى قمع التيار الديني أو الإسلامي هل كان في شيء من ذلك في ليبيا؟ الحقيقة لا يعني هو المد القومي طبعاً السلطة أو الحكومة لم تكن من ضمن التيار القومي العروبي كانت المملكة مملكة يعني يستصنف بين قوسين بذلك الوقت بالأنظمة الرجعية ولكن في الوقت الحقيقة الملك إدريس السنوسي كان يعني ملك تقريباً ملك دستوري وكان يعني الحقيقة يعني كان يقود البلاد بحنكة وبطريقة يعني جيدة للغاية ولم يكن هناك قمع يعني أنا أذكر أنه لم تكن هناك حكام إعدام حتى في أحداث حكم الإعدام الوحيد الذي حصل في بداية الخمسينات كان هناك يعني مستشار أو نظر الخاصة الملكية شخص اسمه إبراهيم الشلحي كان مقرب جداً للملك وكانت العائلة السنوسية والناس يتهموا في أنه يعني هذا الشخص له تأثير على قرارة الملك فكان الناس يعني العائلة السنوسية بالذات كانت وقت ضد موقف وأغتيل هذا الشخص وأغتيل من قبل أحد أفراد العائلة السنوسية كان يعني ابن أخ الملك زوجة الملك الذي أغتاله الذي أغتال إبراهيم الشلحي حكم هذا الشخص حكم عليه بالإعدام وأعدم يا سلام كانت حالة الإعدام الوحيدة التي حصلت ثم بعد ذلك في سنة 1961 حصلت محاولة انقلاب تشترك فيه مجموعة من ضباط الجيش فصلت هذه المحاولة وحكمها ولا يضباط لم يعدم منهم أحد حكموا بأحكام أربع سنوات خمس سنوات وقضوهم في المستشفيات وليس في السجون ثم لما أنت محكميتهم الدولة قامت بعمل مشروعات صغيرة لهم لكي يعتشوا منها أيضا يعني كان فيه درجة عالية من التسامح نعم كان فيه درجة عالية جدا من التسامح لم يكن يعني أحكام الإعدام كانت قليلة جدا جدا للمجرمين لم نسمع بأي شخص معارض سياسي تم إعدامه طب هذه الحركة التي حصلت الحركة الاحتجاجية لأن الملك لم يذهب إلى مؤتمر القمة نعم كان وراها أحزاب معينة أم هي حركة تلقائية شعبية هو طبعا كان هناك يعني كان في أيام المملكة وربما تكون هذه أحد الأخطاء للأهد الملكي أنه منع الأحزاب الحزاب لم تكن يعني لم تكن هناك أحزاب وكانت ممنوعة وحدثت حركات سياسية كانت أول في قبل الاستقلال حدثا يعني تكتلات سياسية في المنطقة الشرقية السياسة الجمعية اسمها جمعية عمر المختار هذه الجمعية عبارة عن حزب سياسي طبعا وكان لها يعني نشاط كبير وفي المنطقة الغربية في طلاة لكن هناك حزب اسمه حزب الدستور تقريبا وحزب الجمهورية عزيك حزب الدستور تقريبا حزب الدستور نعم هذه الأحزاب بعدما استقلث المملكة وإستقر النظام ألغيت ومنعت ثم هناك كان المحاولات تكوين أحزاب مثلا كان هناك محاولة تكوين حزب البعث ولكن كان حركة سرية كان هناك بعثيين كان هناك قوميين كان هناك أخوان مسلمين كان هناك حتى بعض الشيوعيين أو اليساريين لكن كله رسمياً محظور محظور كله كله محظور لكن هذين كان إرهاصات كله كانوا طبعاً هم المحرك للشارع كانوا لديهم تأثير في الشارع وهم المحركون لهم اللي يعملوا على إخراج المسيرات والمظاهرات وهذه الأمور الآن أنت أنهيت الدراسة تقريباً في إيش في 68 تسعة وستين إنعم أنات حصلت أنهيت الدراسة الثانوية في 69 اللي هي السنة اللي صار فيها الانقلاب بالضبط وأنا كنت مقرر أساساً أني أريد أن أدخل للمجال العسكري فتقدمت بأوراقي للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية كانت هناك في ذلك الوقت كلية عسكرية ملكية كانت موجودة في منطقة بوعطني في منغازي وتقبل الطلبة اللي يكون لديهم شهدات ثانوية فتقدمت بأوراقي للالتحاق بهذه الكلية وقبل الأوراق وتم تحديد موعد يجراء المقابلة الشخصية كان هذا الموعد هو يوم واحد تسعة سنسع مئة ساستين الذي في الصبح حصل فيه الانقلاب فأنا طبعاً كنت مجاهز نفسي لأذهب للمقابلة فلقينا الشارع خلاص وأصبح فيه انقلاب بعدها يعني خلاص على شدت الموضوع هذا من راسي يعني بعد الانقلاب عزفت عن موضوع لا ما عزفتش ولكن يعني قلنا هل العملية حتكون تبقى لأشهر باش تستقر الدولة ولكن طبعاً كانوا سلطات الانقلاب كانت تريد أن يعني تعيد تفعيل مؤسسة عسكرية مؤسسة عسكرية على فكرة في ذلك الوقت يعني دورة المملكة لما استقلت من بدايات المشاريع التي دخلت فيها هو هي إنشاء مؤسسة عسكرية ليبي إنساء الجيش الليبي طبعاً دولة كانت فقيرة جداً لا توجد ليها إمكانيات كان هناك مبعوث الأم المتحدة موجود مبعوث الأم المتحدة عمل تقرير للحكومة ينصح فيه بعدم إنشاء جيش يعني الحكومة لا تستطيع تمويل نفقات هذا الجيش ولكن لإصرار الموجودين في ذلك الوقت لإن الدولة يلازم لكلها جيش يعتبر هو لحفظ كيان الدولة ورمز الدولة نفسها فأصروا أنهم يعني يكونوا هذا الجيش طبعاً منذوب الأمم المتحدة لما اقترح إنه ما يصيرش جيش نعم كيف كان مفروض هذه الدولة تحمل حالها لو تعرضت للخطر بطبيعة الحال يعني هو منظورة إنه هو دولة فقيرة ولا تستطيع تحمل نفقات تمويل هذا الجيش وحجمها هائل كمان وحجمها هائل لتحمي حدودها البحرية والبرية والجميع طبعاً هذه الحدود محتاجة للجيش جرارة عشان تحميها ولكن في ذلك الوقت فعلاً هو مش عمل يعني نعم ولكن إصرار اللقائبين على الدولة يروا أنه في تكوين جيش هي رمزية الدولة فبالرغم من قلة الإمكانيات ولكنهم أصروا على إنهم يكونوا هذا الجيش هو بفعلاً صدر مرسوم ملكي في تسعة وسط سنة فسعمية واثنين وخمسين يعني بعد ثمان أشهر من الاستقلال بالبدء في تكوين الجيش يعني عتمت في تكوين هذا الجيش على الجيش الليبي الذي أسس في أثناء الحرب العالمية الثانية في سنة الف سعمية واربعين في مصر بتحت رعاية الجيش البريطاني والحكومة البريطانية قصة هذا الجيش أنه بعد مستورة إطالية على ليبيا وكثير من زعماء المجاهدين ومن العائلات ومن الناس حاجروا إلى مصر وإلى تونس وإلى دول المحاذي الليبي من الجنوب كان نص تطلع لتحرير بلدها من الاستعمار الإيطالي فوجدوا فرصة في أثناء قيام الحرب العالمية الثانية ما بين المحور والحلفاء إن دولة إيطاليا كانت هي وألمانيا يشكل المحور وبريطانيا هي تشكل جزء من الحلفاء في مصر فاجتمعوا الزعماء الليبيين وقروا أن يكلفوا الأمير الدريس السنوسي في ذلك الوقت بالاتصال بالحكومة البريطانية لتكوين جيش لمشاركة الجيش البريطاني في محاربة الإيطاليين في ليبيا وإخراجهم من ليبيا يعني فيه مصلحة مشتركة بين الليبيين والبريطانيين نعم وفعلا بعدها بسنة أعيد هذا الاجتماع من جديد وتواصل الأمير الدريس السنوسي مع السلطات البريطانية واتفقوا على تكوين جيش فعلا صدر قرار تكوينه في يوم 9 أغسطس 1940 وبني بإنشاء معسكر في منطقة بورواش في منطقة الهرم في القاهرة في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية عند كيلو 9 وأسس هذا الجيش على الطلب الليبيين الذين يدرسون في مصر في الأزهر وخلافهم أو جندوهم جنة كانوا بالتطوع والمتطوعين الموجودين ولكن كان العدل بسيط هناك حادثة سبقت هذا الحدث في 1940 كانت ليبيا تحت إيطاليا وكانت إيطاليا بتتساون مع فرنسا شكلت جيش اسمه الجيش العاشر الإيطالي تحت قيارة الجنرال قرسياني وكان هذا الجيش معظم من المجندين الإجباريين الليبيين قيادته إيطالية وهو جيش إيطالي لكن جنوده ليبيين جنود جزء من كبير ليبيين كانت خطة إيطاليا مع فرنسا أنه الآن الجيش يدخل مصر ويصل لغاية قناة السويس بكي يقطع أو يعزل مستعمرات بريطانيا في آسيا وفي الشرق عنها في أوروبا ويحصوا على قناة السويس إيطاليا كان عندها هدف آخر لأنها لو سطعت احتل المصر ستكون مصر قاعدة تنطلق لها نحو الجنوب لأنها كانت لديها مستعمرات في إثيوبيا وفي الصومال فتريد أن تصل مستعمراتها في شمال أفريقيا من خلال مصر ليبيا ومصر من خلال السودان والصومال بحيث تكون إيطاليا ممتدة من سواحل البحر الأحمر حتى السواحل الجنوبية للبحر المتوسط وإيطاليا كان الهدف مشترق دخل الجيش العاشر الإيطالي لمصر ووصل تقريبا عند منقص سيدة براني ثم تحول للدفاع وقام معسكراتها قاموا الإنجليز بحركة التفاف كبيرة جدا وشاركوا فيها بعض الليبيين الذين جندوا في الجيش الليبي في ذلك الوقت وطوق هذا الجيش وتم إبادته وأسره بالكامل معظم أفراده من الليبيين نعم هؤلاء الأفراد الليبيين وقعوا في الأسر واصبحوا موجودين في معسكرات الأسر البريطانية فالسلطات البريطانية طلبت من قيارة الجيش الليبي جديد أنهم يأخذ هؤلاء الجنود الذين هم جنود الليبيين ومدربين ويدخلوهم في الجيش السنوسي فعلا شكلوا لجان من الزعمال الليبيين وذهبوا مروا عن المعسكرات وكل من له رغبة دخل وصلوا بعدد هذا الجيش إلى 11 ألف فرد يا سلام يعني جاءت هذه رب ضارة نافعة طبعا نعم دخل هذا الجيش مع الجيش البريطاني الثامن في الحربة في شمال أفريقيا ضد قوة الجنرال روم القوة المحور واستطاعوا أنهم يعني يجبر قوات المحور على الانسحاب من ليبيا وخرجت القوات الإيطالية والألمانية من كامل التراب الليبي في يناير 1943 ثم أخرجت حتى من تومس بعدين إلى 1943 تم تحرير كافة أراضي الليبيا عند ذلك الوقت هذا الجيش الذي ساند البريطانيين تحريرها من الطليان من الطليان ولكنها أصبحت تحت النفوذ البريطاني نعم هذا الجيش الذي شارك البريطانيين في تحرير ليبيا تقريباً حل وذهبوا كلهم إلى مكان بقد مجموعة بسيطة منهم يعني شكلوا منها قوة للشرطة في المنطقة الشرقية ثم تقوية القوة المتحركة وقوة أخرى في المنطقة الغربية سمت تقريباً قوة البوليس حيزي كده ثم ظل هذا الوضع وظلت البلاد تحت الإدارة البريطانية إلى غاية بدأت ليبيا تطالب في استقلال عن طريق الجمعية العامة الأمم المتحدة وأصبح المفوذ يذهباً هناك ويناقش في الجمعية جمعية العامة المتحدة واخرين يعني استطاعوا أن ينتزعوا استقلال ليبيا من العامة المتحدة وكانت أول دولة يعني تأخذ استقلالها عن طريق الأمم المتحدة حال المشهد عند حصول ليبيا على استقلالها في سامية وخمسين دولة فقيرة معدمة يعني ليست لديها إمكانيات ولكن لديها رجال وطنيون مؤمنون بدورهم وببلادهم ويريدون أن يبنوا دولة وفعلاً فعلاً بدأوا في بناء الدولة نرجعوا إلى الجيش الليبي اللي بنيا في بدايات سامية وخمسين لم تكن هناك قيادات لهذا الجيش لا يوجد ضباط لا يوجد أشخاص يعني لديهم دراية بالأمور العسكرية معدقلة فكانت هناك مشكلة من يكون رئيس أركان هذا الجيش لا يوجد ضابط ليبي مؤهل لكي يقوم بهذه المهمة هنا تواجهة الدول الليبية إلى دولة تركيا الطلبة منهم أن يتم إعارتهم الضابط يتولى رئيس أركان هذا الجيش ضابط تركي فعلاً وكان محدد بالاسم كان هناك ضابط تركي في الجيش التركي اسمه الأمير لاي عمران الجاغرة ولكنه كان أصول ليبيا كان هذا الضابط من ضمن الطلبة والشباب الذين ذهبوا مع أنور باشا الذي كان يقود المقاومة الليبية ضد الإيطاليين لما رجع إلى إسطنبول نرجع للتاريخ شوي ثاني في سنة 1911 لما إيطالي غزة ليبيا أو خلينا بس ناخد فاصل قصير وبعدين نرجع إلى 1911 إذن بدنا شوي فنرجع لقلتلي لعام 1911 إيش اللي حصل في 1911 1911 كانت ليبيا إحدى وليات الدور العثمانية وعندما بدأ الغزو الإيطالي على ليبيا كانت ليبيا يعني تابعة للدول العثمانية يعني الطليان انتزعوا ليبيا من العثمانيين يعني هناك طبعا في هذه الفترة حصلت اتفاقيات ما بين الدول العثمانية وما بين الدول الأوروبية من ضمنها إيطاليا أنا معتقد هي تفاقية لوزان هي تفاقية ما بعد الحرب العالمية الأولى لا هذه قبل الحرب العالمية الأولى أو قبل فتفق على أن تركيا تنسحب من ليبيا ولكن الدولة العثمانية لم تتخلى عن ليبيا في ذلك الوقت كانت ظروف الدولة العثمانية كانت ظروفها سية في ذلك الوقت فأعطت الخيار للعسكريين الأتراك الموجودين في ليبيا من ضمن الجيش العثماني إنهم يريد أن يستمر في وجوده في ليبيا ويقوم بحركة المقاوم مع المجاهد الليبيين فليبقى فبقت مجموعة كبيرة من العسكريين الأتراك وكانوا على الأصم قادة كبار يعني مثلا أنور باشا الذي أصبح وزيرا الحربية في ذلك الوعثمانية فيما بعد كان هو أحد القيادات التركية الموجودة في ليبيا والذي نظم حركة الجهاد الليبي في المنطقة الشرقية كان أخوه تقريبا نوري باشا كان في المنطقة الغربية في مصراتا وهو الذي افتتح كليا لتخريج الضباط وقام بتنظيم المقاومة الليبية في تلك المكان ولكن عديد جدا من الضباط الأتراك هم الذين قاموا بتنظيم المقاومة ضد الإيطاليين بما يسمى بتنظيم الأدوار قاموا به بعد تقريبا عدد من السنوات وعندما أرادوا هؤلاء الضباط أو هؤلاء العسكريين أنهم يرجعوا إلى تركيا كانت دولتهم في حاجة لهم هناك بدأت طبعا برامج في تركيا جمعية تركيا الفتاة وفي هذه الأمور فرجعوا معهم مجموعة من الشباب الليبيين الذين كانوا مع أنوارباشا وعنوارباشا وجوا لتركيا ودرسوا في المدرسة التركية ودخلوا في الجيش التركي كان هذا الشخ الذي اسمه عمران الجاذرة أحد هؤلاء الشباب الذي رجع لتركيا مع أنوارباشا بعد الاستقلال لا رجع تركيا مع أنوارباشا بعد تقريبا لما رجع أنوارباشا 1913-1914 ولسه في وقت مبكر نعم ودرس في المدرسة العسكرية التركية وأصبح ضابطا في الجيش التركي يعني استمر ضابط في الجيش التركي لغاية أنه في فترة من فترات كان هو الحاكم العسكري لبولغاريا هذا الضابط الذي استعير من تركيا في بدايات تكوين الجيش الليبي في الخمسينات كان الضابطا تركيا وهو الذي تولي رئاسة أركان الجيش الليبي وأسس الجيش الليبي في سنة 1951-52 طبعا هو باعتبارها هذا الضابط كان خلفية عثمانية وكان العثمانيين والعسكريين العثمانيين يكرهوا العسكريين الإنجليز بريطانيين كان هناك بعثات تدريب بريطانية تريد أن تتضرب الجيش الليبي فهو يعني لم تكن علاقته جيدة مع البعثات التدريب البريطانية فطلب إعفاءه من هذا المنصب وأيضا كان هو متقدم في السن فوافق الملك على أن يعفيه من هذا المنصب ورجع إلى تركيا فهناك مشكلة أخرى فمن يكون رئيس أركان هذا الجيش في ذلك الوقت ليبيا توجهت للعراق كان العراق مملكة في ذلك الوقت فطلبت الدولة الليبية من مملكة العراق أنها تزودها بطاقم للتدريب وفان أرسلت بعثة تدريبية عراقية فيها مجموع من الضباط من الضباط الصف وافتتحوا مدرسة في مدينة الزاوية اسمها مدرسة الضباط لتخريج الضباط بسرعة لكي يقوموا على العمل في الجيش الليبي اختير رئيس هذه البعثة لكي يكون رئيس أركان الجيش الليبي وكان الضابط عراقيا برطبة عقيد اسمه ذاود الجنابي استمر العقيد ذاود الجنابي كرئيس أركان الجيش الليبي مدة سنة تقريبا أو سنتين ثم انتهت إعارتها واستعيذ عنه بضابط آخر اسمه ناظم تقريبا ناظم التبقجة لحيزهك ثم أصيب هذا الضباط المرض في عينيه فاستعيذ عنه بضابط آخر هو رئيس البعثة وهو عاء ولواء اسمه اللواء عادل أحمد راخب كلهم عراقيون عراقيون كانوا روساء يعني أول رئيس أركان الجيش الليبي كان تركي والثاني والثالث والرابع كانوا عراقيون استمر هذا الضابط في رئيس أركان الجيش الليبي حتى سنة 958 عندما حصل انقلاب عبد كريم قاسم في العراق فبالتالي أصبح العراق جمهورية وألغيت هذه البحثة هذا الضابط كان تربط علاقة مصاهرة بنور السعيد رئيس وزراء العراق كانوا زوجاتهم من الثلاثين من تركيات فهو طبعا أصبح لا يستطيع أن يرجع للعراق لأن يرجع للعراق بعتبر أن صهرة أو عديلة كان نور السعيد سيعدم عرض علي ملكة دريس أن يبقى في ليبيا فأعتذر وطلب أن يمشي لتركيا وزيارة تركيا هنا وقعد موجود تركيا لغاية توفى ودفن في تركيا بعد ذلك عويل أوري يسركان الجيش الليبي ليبي وهو الزعيم في ذلك الوقت والعميد السنوسة لطيوش هذه مسيرة الجيش الجيش الليبي بني في فترة المملكة بإمكانيات محدودة جدا ولكنه كان هناك على درجة عالية من الانضباطية والاحترافية والإدارة الجيش الليبي لما حصل الانقلاب ما يسمى بين قوسين بثورة سبتمبر كان حجمه بالكامل ليزيد عن عصرة ألاف فرد بس كيف كان فيه درجة عالية من الانضباط وتمكنوا من عمل الانقلاب بالانضباط انضباط كان أحد عوامل عمل الانقلاب لأنه هؤلاء الضباط الأصاغر جمعوا الجنود في السحات في الليل بالانضباط واركبوهم في الآليات بالانضباط وكلفوهم بيتحركوا وتحركوا بالانضباط كان الجندي اللي ما يسمعوا عمر الضابط ينفذ مباشرة كانت الانضباط أحد العوامل التي ساعدت على أن الانقلابيون ينفذوا انقلابهم وهم بالتالي استفادوا من هذه النقطة ثم بعد ذلك ألغوا هذه الميزة في الجيش الليبي كيف وصل هؤلاء الانقلابيون إلى رأس الحرم العسكري هم لم يكنوا في رأس الحرم العسكري لما قاموا بالانقلابهم كانوا ضباط أصاغر كانوا رتبهم أكثر شيء كدبورت بتنقيب ولكن تبكنوا من السيطرة نعم تمكنوا من السيطرة أولا كان عدل الضباط في الجيش الليبي كان محدود كان عدل الضباط بالليبي بالكامل كانوا 650 ضابط فقط منهم هم الضباط الأصاغر هذولا في حدود 100 أو 120 واحد فهم طبعا كانوا عاملين تنظيم سري وكان في ذلك الوقت في إرهاصات في الجيش كان هناك محاولات انقلاب تعد من قبل الضباط الكبار كان هناك مجموعتين الجيش الليبي كان جزء من الضباط القيادات الكبيرة متاعها تخرجت من مصر وجزء آخر تخرجوا من العراق وجزء آخر تخرجوا من ليبيا من مدرسة الزاوية ومجموعة بعدين ما فتحة كلية العسكرية الليبية في سنة 1957 بدت تخرج في دفعات فكان هناك مجموعة يطلق عليها مجموعة العراق ومجموعة يطلق عليها مجموعة مصر مجموعة مصر كان علي رأسها ضابط يعتبر من العائلة المالكة وهو عقيد اسمه عبد العزيز الشلحي كان هو يعني مقرب جدا من الملك كانت هذه المجموعة يشاع أنها تريد أن تعمل يعني انقلاب وممكن حتى بيرضى الملك يعني بترتيب مع الملك نفسه يعني تقريبا لأن الملك هو لما خرج في سنة 1969 لما حصل انقلاب 1969 لم يكن الملك في ليبيا ولما خرج كان خارج هو مقرر أنه لا يرجع إلى ليبيا هو كان زاهة الحكم واللي يريد أن يرجع إلى ليبيا يعني بده يصير انقلاب ويسلم الحكم لغيره هو ما خلاص هو بتنزل عن الحكم فكان هناك إشاعة أنه يعني مش إشاعة هناك يعني معلومات أن هناك مجموعة عراق تريد أن تعمل انقلاب ومجموعة مصر تريد أن تعمل انقلاب هؤلاء الضباط الصغار لم يكن من جموعة عراق ولم يكن من جموعة مصر ولكن استفادوا من هذه الوضعية ونفذوا القلاب ونسيطروا على المعسكرات كان عندهم تنظيمه منتشر في أغلب المعسكرات وذهبوا ويسترثهم في تلك الليلة واعتقلوا أغلب الضباط والمسؤولين وانتهت العملية يعني القذافي ومن معه لما عملوا الانقلاب لم يكنوا تابعين لجمال عبد الناصر لا لم يكنوا تابعين لجمال عبد الناصر بعد بالرغم أن ليبيا كان فيها قواعد انجليزية وامريكية كان الطرابوس في قاعدة ويلس أكبر قواعد الامريكية وكان في طبرق في قاعدة العدم أكبر قواعد انجليزية هذه القواعد لم تحرك ساكنا لم تحرك ساكنا كان في مقدور هذه القواعد تنهي الانقلاب لكنها لم تحرك ساكنا وهنا طبعا هناك علامات استفهام كبيرة في هذا الموضوع يعني احتمال يكون كان فيه طواطع يعني احتمال احتمال كبير كان فيه طواطع لأن هذه القواعد كانت لديها القدرة على أن تفشل هذا الانقلاب كان قواعد موجودة بطيرانها بقواتها البري بكل مليها ولم تكن هناك قوة كبيرة أمامها يعني صحيح هو في الأيام الأولى حصر التفاف شعبي على هذه الحركة ولكنها يعني التفاف شعبي الناس لو كان فيها يعني هارا كانت فيه علامة استفهام لماذا هذه القواعد لم تتحرك الاتصال بجمال عبد الناصر بعد بدأ بعد نجاح الانقلاب بعد نجاح الانقلاب وكانت توجه الانقلاب هو توجه ناصر لأن الانقلابيين أرادوا أن يقو أنفسهم نعم فحتاجوا وأن مصر تقف معهم وقفت معهم مصر في الأيام الأولى وهذا وارد في مصادر كثيرة من ضمنها يعني هناك كتاب اسمه عبد الناصر والثورة الليبية من تعليف أستاذ فتح الديب فتح الديب هذا كان رجل مخابرات مصري لجمال عبد الناصر وكان هو الذي أوفده جمال عبد الناصر ثاني يوم من حدوث الانقلاب ووصل لبنغازي هو محمد حسنين هيكل يوم اثنين تسعة تسعة ستين لكي يجروا مقابلة مع قادة الانقلاب ويرجعوا بتقرير لجمال عبد الناصر عن ما هي تهؤلاء الناس محمد حسنين هيكل رجع في نفس اليوم وفتح الديب بقى بتعليمات العبد الناصر وبقى في ليبي لغانت الزغاية سنة الف سعمية واربا سعبعين عندما سحبه الرئيسا ورسدات كان هو فتح الديب هو الذي أشرف على كل الترتيبات الأمنية في الأيام الأولى من انقلاب وكان هو همزة الوصل أو هو نقطة الاتصال ما بين مصر وما بين الجماعة الانقلابية كان كل الترتيبات تأتي عن طريقه طيب نرجع الآن إلى قصتك أنت نعم أنت الآن كنت ستدخل الجيش لكن حصل الانقلاب نعم قررت أنك خلاص مش عاوز يعني أنا ما قررتش مش عاوز أنا كانت ما زالت لدي الرغبة ولكن لما حصل الانقلاب يعني قلنا أن العملية ستأخذ فترة طويلة بحيث هل هم يقروا يريدون الضباط لا يريدون الضباط ما هي النوعية الذي يرغبون فيها ولكن فجئنا بعد حوالي شهرين أن هناك صحف محلية فيها قوائم الأسماء ويطمنهم الالتحاق بالمسجر العكري في بنغازي لجراءة كشفات طبية للدخول الكلية هذه الأسماء من ضمنها أسمي أنا فجامعة جماعة لما جاء طبعا للإرشيف وجدوا الملفات وجدوا الإزراءات فأخذوا هذه القائمة واستدعوها وفعلا يعني شكرت لجنة طبية واجرنا المقابلة الشخصية في المستشفى العسكري في بنغازي واجرنا للكشفات الطبية ويعني اجتزت الكشفات بنجاح وقبلت في الكلية في ذلك الوقت الكلية العسكرية الملكية تم قفلها فاتقر أن نحن ندرس في الكلية الحربية في مصر وفعلا تم إرسالنا للكلية الحربية في مصر في نهاية سنة 969 يعني بعد الانقلاب لثلاثة أشهر طب ليش أغلقوا الكلية اللي كانت في بيبيان غير مؤهلة يعني لا هي مؤهلة ولكن طبعا الضباط الانقلاب كانت رتبهم صغيرة كان الضباط برتبة تقييم في مدون وتأخذ قرار بأن كل الضباط مرتبة رايد فما فوق يخرج من العمل العسكري حلوم على التقاعد حلوم على التقاعد بالكامل فلما يكون هناك أطقم تدريس ولا معلمين ولا يعني هم خافوا منهم فقال وكل محلوم على التقاعد ثم بعد ذلك يعني في بعض منهم حاكموه وسجنوه وبعض منهم كلفوا بمهام يعني أغلبهم وعينوا كسفراء في الخارج وفي بعض المراصب في الدولة حتى يبعدوهم عن العمل العسكري نعم نعم وكما مكثتوا في مصر مكثنا في مصر في الكلية كانت هناك طبعا حاجة كبيرة جدا إلى أن يكون هناك ضباط خرجي اللي يقوموا بأعمال لأن الانقلابيون قروا أنهم يعني يقوموا ببناء الجيش بسرعة وفأنا كان تركيز كبير على بناء الجيش وكان هناك توصح أفقي سريع وكبير جدا وغير منضبط بقنا في مصر لمدة السنة واحدة وعدت لنا منهج خاص مركز أن هنا لمدة السنة كانت دراسة تسع ساعات في اليوم والإضافة إلى ثلاث ساعات إضافية أخرى في الفترة المساء يعني أنتم ما درستوا مع الطلب الآخرين كان لكم فصول خاصة بكم خلصنا في الكلية العسكرية المصرية ولكن في فصول خاصة بنا نعم كان هناك دراسات خاصة خاصة بنا نعم واختصروا البكالوريوس في سنة واحدة نعم هما طبعا كان نظام في مصر في ذلك الوقت كان البكالوريوس يعطي فيه خلال سنتين طلبة كلية الحربية في مصر كانوا يتحصلوا البكالوريوس خلال سنتين نحن يعني ضغطوا لنا المنهج بحيث أخذنا البكالوريوس كل سنة واحدة ثم رجعنا إلى ليبيا رجعنا إلى ليبيا والتحقنا فورا بالوحدات المنشأة حديثا في الجيش الليبي لما الواحد بيخلص البكالوريوس إيش الرثبة اللي بيكون بيعطله إياها ملازم ثاني ايه حصل ملازم ثاني بتاريخ يناير سنة 1971 نعم التحقت أنا شخصيا في ذلك الوقت كان الجيش الليبي يعاد تأسيسه كان هناك ثلاثة ألوية اللواء في المنطقة الغربية اسمه اللواء جمال عبد الناصر ولواء في المنطقة منطقة بنغازي ومحاولها اسمه اللواء عمر المختار ولواء في منطقة طبرق اسمه اللواء التاسع المدرع أنا التحقت بكتيبة اسمها كتيبة السليمان البروني كانت إحدى كتيبة المشات في لواء جمال عبد الناصر التحق بهذه الكتيبة كانت متمركز في منطقة الخمس وكنا مجموعة يعني احنا المجموعة اللي جينا من دفعة أنا كنا أحد عشر ضابطا التحقنا بهذه الكتيبة وجدنا أمامنا خمس ضباط أقدم مننا كان آمر هذه الكتيبة نقيب من ضمن حركة كان منازم أول في ذاك الوقت من ضمن تنظيم الضباط الوحدوي الأحرار اللي قاموا بالانقلاب كان اسمه الصادق بركة هو توفر لا يرحمه كان الحقيقة الله يعني شخص على درجة عالية جدا من الأخلاق كان معه ضابط آخر برضو حتى هو منازم أول كان في الشرطة وضم إلى الجيش اسمه محمد سالم بوزويتا أيضا حتى هو على درجة عالية جدا من الأخلاق ونوجه لتحيينا في هذه المناسبة وما زال موجود صادق بركة توفى توفى الله لا يرحمه كان هناك ضباط آخرين يعني قبلنا كانوا جمال عدد الضباط الذين كانوا في هذه الكتيبة كانوا بالضبط ست ضباط فقط ونحن تحقنا كشباب دفعة واحدة أحد عشر ضابطا فكان هناك دفعة كبيرة لهذه الكتيبة وكان هي حقنة بدماء شابة وجديدة فأخذت هذه الكتيبة قفزة كبيرة في التنظيم وفي التدريب وفي السمر الحقيقي العمل بجدية في بناء الجيش الليبي في فترة السبعينات سنة 1971 72 73 ولكن بعدها بدأت يعني الأمور تنحى منحة آخر يبدو أن قيادة الإنقلاب أصبحت تنظر بأنه يجب أن يكون هناك جيش قوي غير مسيطر عليه كيف جيش قوي غير مسيطر عليه لا تريد أن يكون هناك جيش قوي غير مسيطر إلا أن طبعا يعني الجيش لم يكون مؤسسة عسكرية قوية فهم ينظروا أنهم قاموا بالإنقلاب هما نتيجة أن المؤسسة كانت منضبطة وكانت مؤسسة عسكرية بمعنى الصحيح أي قصدك أنهم يعني أرادوا أن لا يكون فيه انضباط في الجيش بالضبط حتى لا تتكرر تجربة تجربة الكلام نعم نعم فبدأت هناك بعض الإجراءات تتخذ لإضعاف هذه المؤسسة مبكرة للكلام هذا يعني في سنة 1973 هناك حادثة حصلت ما يسمى بخطاب زوارة التاريخي الذي قام فيه معمر قذافي بيلقاه خطاب في مدينة زوارة وأعلن فيه ما يسمى بالثورة الشعبية هذه الثورة الشعبية أعلن فيها إلغاء كافة القوانين وإلغاء يعني كل ما يمت للشيء العمل المنظف بصلاة تعتقد أنه هذا التحول صار عنده صدفة أو فجأة أم أنه كان فيه تخطيط لهذا هو الحقيقة يعني هذا معتاج إلى بحث لأن كان هناك مشاكل داخل مجلس قيادة الثورة طبعا وشك المجلس لمجلس قيادة الثورة كان اسمها كان مكون من 12 فرد على رأسهم عمر قذافي هذا لما تطلع على كتاب عبد الناصر الثورة الليبي الذي ألفه فتح الذهب موجود فيه إشارة لهذا الكلمة كان هناك تحدث مشاكل داخل هذا المجلس كان هناك تيار في هذا المجلس يريد أن يسلم الدولة ليكون هناك فيه انتخابات وهناك فيه دستور وترجع العسكرية لثكناتهم ولكن يبدو أنه القذافي ومجموعة آخرين لا يريدوا هذا الاتجاه كان يريد أن يستمر في حكم هذه الدولة وبالتالي حدث خلاف داخل المجلس على أثره قام معمر قذافي بإحداث هذه ما يسمى بالثورة الشعبية الذي ألغى فيها القوانين و كان يسمى بكطاب النقاط الخمس حدد فيه خمس نقاط فمنظمة القوانين التي ألغيت وشكرت لجان لجان شعبية في كل مكان يعني بدأ هدم الدولة بدأ هدم الدولة من ذلك الوقت يعني بدل ما يكون في دولة بمؤسسات سيكون في شخص يعني مالك الكل شخص مالك الكل ويعني كوادر الدولة بدأ هدم الدولة كان هناك يعني كوادر وهناك وظائف وهناك قيادات فدخلت هذه الفوض التي سمت ثورة شعبية وشكر للجان شعبية وأصبحت كل مؤسسة تشكل فيها لجنة شعبية ويكلف أحد أفراد هذه اللجنة بأنه يكون على رأس هذه المؤسسة يعني مثلا المؤسسة اللي بيه للنفط وهي التي أكبر مؤسسة موجودة شكر فيها لجنة شعبية كان رئيس المؤسسة في فترة من الفترات يمكن عامل عادي فوضى حالة من فوضى كان مثلا المستشفيات تشكل لجنة شعبية يشال مدير المستشفى ويمكن يقول البواب بتاع المستشفى هو مدير المستشفى طيب هذا الموضوع نريد أن نعود إليه لأنه انتهى وقت هذه الحلقة الحلقة القادمة إن شاء الله نرجع إليه بتفصيل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر